السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيرديزاد اليوم الحصة تعنا ونغادي نتكلموا على الرياض محرز ونأشعل قائد رياض محرز ورفقائه في المنتخب الوطني حامس جماهي الجزائرية بعد سحب القرعة كأس أمم إفريقيا 2022 عندما نشروا صور لهم وهم يحملون كأس أمم إفريقيا التي توج بها عام 2019 بمصر في إشارة واضحة إلى استعدادهم للحفاظ على لقبهم في الدورة كاميرون رغم اعترافهم بصعوبة مأمورية يعني نحن نقول صعوبة ما كان صعوبة لا ولود على بلك مش إن رانا زعمك نديروا ضغوطات على اللعابين ولا نديروك بصع حقيقة توقع رانا نشوفوا باللي المنتخب الوطني كما تكلم هذا كامارا هذا كا بتاع السيرانيون وين قال لهم قال لهم المنتخب الجزائري قاوي لأنه مستوى تعوه عالي بزاف على الأفريقيا وهذه استد её فعل وحالة اعتراف منان نتعرف حق إذا لم اعترفين بل منتخب الجزائري يعني اعتراف من عند منافسين وانشاهدنا كيفاش صاموة ذاك لتكلم atc وقالوا له المنتخب الاول المرشح قال لهم الجزائر قالوا له المنتخب الثاني قالوا للجزائر المنتخب الثالث قالوا من الجزائر اللع지가 وك Soho بتشوف كيفاش وين ناس وين ديرائن لك 3500 حساب يعني كنوصل دومي فينال نكونو زمننا بزيب سوالح نحن نلعب المنتخب الوطني يلعب يلعب بش يوصل دومي فينال دومي فينال يكون كلام آخر خاتش عليه دوزيام تور مرتبة الأولى مرتبة الثانية يطيح مع منتخبات تكون مرشحة كنوصل دومي فينال تلعب نيجيريا تلعب مصر يعني شي سهلا ستلعب دوزيام تور ستتلقى مع زوج مصر نيجيريا وانا كما يقول لك نتلقى مع مصر خالي نتلقى مع مصر خير ليس يعني خايف من نيجيريا ولا لا مع مصر خير مصر نفوز عليها مصر نفوز عليها أحسن نتلعوا مصر مطريقنا وخليني يجيريا دوزيام تلقى مع السينيقال مع الكاميرون هذه هي اللي مليحان نحن باش يكون على باقي وانشعل قائد رياض محرز ورفقائي في المنتخب الوطني حامس الجماهير الجزائرية بعد سحب القرعة كأس أمم إفريقيا عندما نشروا صور لهم وهم يحملون كأس أمم إفريقيا التي توجوا بها عام 2016 بمصر في إشارة واضحة إلى استعدادهم للحفاظ على لقبهم في الدورة الكاميرون رغم اعترافهم بصعوبة المأمورية وانشر نجم منتخب الجزائري منشيستر سيتي الانجليزي رياض محرز على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة له وهو يحمل كأس أمم إفريقيا وعلق عليها بكلمة نحن جاهزين في الإشارة إلى جاهزيتهم للدفاع عن لقبهم كما هو معلوم وان أوقعت القرعة كأس أمم إفريقيا 2022 الخضف في المجموعة الخامسة لجانب المنتخب كوتيبوار والسيرانيون وغينية الاستوائية ويلعب زملاء محرز الدور الأول على ملعب في مدينة دوالا ثاني أكبر مدينة في الكاميرون كما علق متوسط ميدان نادي ميلون الإيطالي إسماعيل بن ناصر على نتائج القرعة من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي التويتر تضمنت صورة له وهو الآخر وهو يحمل جائزة أحسن لعاب خلال نسخة كاس أمم إفريقيا الآخرة بمصر وفي خلفه خلف ظهر العالم المنتخب مجموعة الخامسة سيرانيون غينيا إسوايا وكوتيبوار وكتب المايسترو بن ناصر معلقاً جاهزون للدفاع عن لقبنا وهو ما يبرز إرادة كبيرة لأشبال الناخب الوطني جماب الماضي للدفاع عن لقبهم ومحاولة تحقيق إنجاز تتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في التاريخ الجزائر كما أنه علق نجم ميلون بيراز يعني روح القتالية وين يبرز الروح القتالية وين هذه وين تكشف يعني وين نجم ميلون يبرز الروح القتالية والتنفسية التي زرعت فيهم وتألق بالناصر بشكل لافت في دور كاس أمم إفريقيا الفيونتساطعش التي جارت في مصر عندما أسهم بشكل مباشر في تتويج الخض باللقب الثاني في تاريخهم والأول خارج الجزائر كما حصل على جائزة أفضل لعاب في مسابقة كما كان للقبه وين حصل اللعاب المنتخب وطني وين تدخلات بخصوص القرعة الكام أين أكد الجميع على قدة الخض على العودة بالتاج القاري من كاميرو الرغم اعترفهم بالصعوبة المأمورية خاصة في الأدوار المتقدمة أين سيكون الخض على موعد مع كبار القارة سواء من الدور الثاني الثمن النهائي أو حتى الربع النهائي هذا ولم يتردد عشاق المنتخب الوطني الجزائري في التفاعل بقوة مع منشورات محرز ورفقائه وصب كل التعليقات في خانة على قدرة المنتخب الوطني على الدفاع على لقبه بكل قوة والتتويج بكأس للمرة الثانية على التوالي في ظل ثابت المستوى والنتائج أشبال بالماضي منذ التتويج بالكام 2019 بذلك أنهم لم يخسروا منذ 27 مباراة على التوالي إن شاء الله يا ربي هذا الحماس فيهم حاجة مليحة يعني حاجة كما يقول لك نستغلوا نستغلوا هذا الجيل يعني أحسن جيل نستغلوه ندو به كوب دافريك نروح به الكوب ديموند يعني ماهيش صعيب علينا ماهيصعيب علينا كي تبقى تشوف العابة اللي رام عندنا تبقى تشوف مستوى تعالى أفريك كي نقولوا المستوى تعالى أفريك يعني ماهيش لأفريك طاحت في المستوى يا جماعة يجب علينا مستوى عالي جدا مستوى كبير على الرافريك مستوى كما كانت الكاميرون كانت في بداية الألفية كانت سينيغال كانت الكوتيفور يعني مستوى كبير ما تنجيب تقارحه تكذب تكذب تقول كانت الكاميرون بعد سينيغال ما تنجيب ما تنجيب كمانت نربح الكوتيفور نربح ونربح في ذلك الوقت في ذلك الوقت ما تقولوا بل يو ولكن اليوم نحن نظر الوك الناس لا ينجبش يقول بلين نربح الجزائر لا ينجبش يقول بلين نربح الجزائر لا ينجبش يخاب يقول لك انا ما نجيبش الهدر الروحي وما نطمع الشعب الغاني هذا الكامارات تسمى غينية سيناريون قالوا تمنيت كي لا نطمع الشعب مع الجزائر قالوا تمنيت لان يلعب لك يقول لك انا لا تنطمع الشعب ونلعب على مئة تروازية يربح ماتش يخسر دوء ماتش بالأهداف يفوت لان يقول لك نربح الجزائر يقول لك نربح الجزائر لا نربح الجزائر يبقى بيناتهم وما يأكلوا بعضهم وأنا نقول لها ونعودها المباراة الفاصلة سوف تكون أمام الجزائر وهما اللي سنتلاقوا بهم في نال سنتلاقوا مع الجزائر في نال هذه سنتلاقوا سنعطوهم البرياء نقول لهم هذه تفوتوا بها في الباراجات نعطوهم واحد السر نعطوهم نصف السر وهذه تفوتوا بها في الباراجات أيهما فماك نتلاقو بهم نعودوهم كما عودناها للسينيغال علينا نقولوا باللي المنتخب الوطني جزائر مراها مرشح رقم واحد ماهوش ضغط حقيقة هذي حقيقة ماهوش ضغط حقيقة وين الجزائر مرشحة بكل قوة باش نجيبوا الكأس الثانية على التوالي نعودو على ماهوش ضغط ماهوش ضغط على المنتخب الوطني كما قال في الشيخ قال في الشيخ وقال بأنه منتخب كبير ماهوش ضغطين لدينا منتخب لين ناقروا به حنا المهم نوصلوا الدومي فينا دومي فينا ننظموه بزيار سوالح ننظموه مع خمسة الأوائل باش نلبو ماشدو باراج روتور عنا ومليها دومي فينا كينوصلوا يكون كلام آخر يكون تفكير آخر عند اللعابة عند المدرب عند المسؤولين يكون بزيار سوالح موتيفين بزيار وكلش بالتوفيقنا عند ربي